السلام عليكم البنات كديرين أتمنى عليكم أن تكونوا بخير والأخير مرحبا بكم معي في فيديو جديد في قناتكم لناز كيتشن اليوم سوف نحضر معكم مركز الليمون أو مركز الحامض دوز المقادر وكذلك طريقة تحضير أول شيء نبدأ بها البنات هي الليمون و الحامض نضع حامض سوف نقص بشكل كيلو جوج كيلو ديال الحامض سوف نضع حامض ثلاثة كيلو ديال الحامض مهمة البنات سوف نشد الحمض و نضعه في الحكاكة الرقيقة سوف نضع قشرة البيضة لكي لا تطلق لنا المرورة في العصر او المركز كيف ترى البنات سوف نستمر في الحكاكة الحمض سوف نضع قياس ديال كيلو هذا المركز سوف نعيش بثاف و نحتاجه و نطحن به مثلا بانان اي حاجة اي حاجة مهم هذا غير قياس ديال العنبه يخرج لنا اترو ديال العاصر سوف نضع كمية كثيرة ديال العاصر غير بكمية قليلة ديال الليمون او ديال الحمض هذه البنات سوف نضع بها الليمون ديال برتقال يعني الليمون البرتقال إذا سوف تصيبوا بها المركز ديال برتقال نضع نفس الطريقة اللي سوف نضع معكم دابه مهمة البنات سوف نستمر نكمل الحمض اللي عندي كامل و نعود نطلقه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انشتركوا في القناة سوف نعيد من الغلاء تم تحضير قشور انشتركوا في القناة اشتركوا في القناة افاقية اشتركوا في القشرة وهنا ما بالضع سوف ندخل اليمون في القشور سوف نستمر على هذا الشكل سوف ندخل الكمية كاملة كيف ترونها سوف ترونها في التحديد سوف نضيف الحمض و يترك لنا لغو الحمض نضيف حمض ليصرف حمض و ينصح لغو الحمض لها نصح بسبب حتى يكون يكون حمض لغو الحمض يجرب الحامض يجرب نضيف الحامض سنقطع الحامض كامل ونعصره في العسطارة سنقطع الحامض كامل ونعصره في العسطار سنقطع الحامض كامل ونحتفظ به القشور سنقوم بعمل المجمد سنقوم بعمل الحامض نصفه في صفاية سنقوم بعمل المجمد سنقوم بعمل المجمد سنقوم بعمل المجمد سنقوم بعمل المجمد كامل المجمد سنقوم بعمل المجمد سنقطع الحامض كامل المجمد نخلطه مزيان مزيان حتى يبدأ يدبلينا السكار ومن بعد البناز سنغطيه بفيلم ونضعه في طلاجة ومن بعد سنخليه ليلة كاملة او لمدة 24 ساعة نحرك العصير بالمعلقة لكي نضعه في طلاجة ونضعه في طلاجة نضعه في طلاجة ونبقى مره مره نطلع له ونضعه تحريكه خفيفه وصافي من بعد ما ندوز 24 ساعة نعود ونطلقه حمد حمد الحمد كيف ترونه ونطلقه حمد الحمد حمد الحمد كيف ترونه يتقيل لكل مصدر لنطلقها لنطلقه بطلقه نطلقه لنطلقه سوف نصفع القشور من الحامض سوف نصفع القشور من الحامض كيف ترى البنات سوف نضيفه في الفريقو نضيفه في كل ملتر سوف نضيفه لفريق الناس سوف نقوم بالنسبة لفريق الناس سوف نقوم بفريق الناس سوف نحل البنات سوف نخلطه مع الموهو العصر واجد سوف نصفي العصر كيف تشوفوا هاد القشور ليمون يعني ما غادي شلوحهم غادي نحتفظ بيهم في الكونجيلاتور من ينبغي نصيب شي كيكا شي حلوه حالها كايا نحتاجهم يعني غادي نبغي نديرهم غادي نديرهم هما في بلاست الحامض سوف نديرهم في واحد البواطة ولا في واحد البلاستيكاته ومي سوف نخشيهم في الكونجيلاتور وهذا البنات هو الزيس تدينا كيجينا لها الطريقة كيف قلت لكم كاس ديال العنبة يخرج لنا لتر ديال العاصر كنعمروا كاس ديال العنبة ونزيدوا عليه الماء يعطينا لتر ديال العاصر كما قدروا نحتاجوا او كنقدروا نحتفظوا به في المجمد حتى السانة يعني ما كيخسرش وكيبقى هو هو هكا البنات كنكون وصلت النهاية ديال فيديو ديال اليوم كنتمنى اني نكون فتكم وما تنسوش البنات تخلوا لي على لايك ديالكم ولي كومنتر ديالكم زوينين ونتلقى في فيديو ماجي ان شاء الله اللهم السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة